بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تنظم أيام الأبواب المفتوحة تخليداً للذكرى الثالثة والعشرين للخطاب الملكي السامي بأجدير، تحت شعار تعزيز القيام الثقافية ورهانات التماسك الأسري. هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تروم إبراز مكانة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومهمه، وسيرورة الإعمال الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا ما يتطلبه ذلك من تدابير لإدماجها في التعليم والإعلام وفي المجالات ذات الأولوية في الحياة العامة. هذه السنة هذه نحاول ما أمكننا أن نعمله واحدة إحاطة شاملة على ما تم إنجازه من طرف المعهد ومن طرف مؤسسات أخرى، وكذلك بغينا نحتفي بثلة من الفائزين بجائزة الثقافة الأمازيغية. برنامج هذه الفعاليات الثقافية والإعلامية يتضمن على الخصوص معارض لإصدارات المعهد وورشات حول فيناغ، فضلا عن صهرة فنية بالمسرح الوطني محمد الخامس.